اهلا بكم فقرات مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين ضربة لامريكا طرد العرب من اوروبا تسونامي على محطة نووية واخبار تانية في غاية الاهمية وانتقام تركي ضد اسرائيل وحاجات تانية كتير هنتكلم عنها من توقعات قالتها ليلة عبداللطيف وبدأت تتحقق وتتكشف قدامنا من خلال مجموعة من الاخبار وفي توقعات تانية هنقولها في هذا الفيديو. فيديو مهم اتمنى ان انتوا تتابعولي الاخر وتقولونا رأيكم في التعليقات وكل حاجة بالمصادر وكل حاجة جايبينها من الفيديو اللي كانت ايلة في الليت رأس السنة اكيد تقدروا ان انتوا تشوفوا وتتأكدوا اه قبل ما نبدأ بس بفكر حضراتكم بالاشتراك وتفعيل الجرس وتعملوا لايك وشال لي الفيديو لو عجبكم كحرص كنوع من الدعم احنا بنجمع لكم الاخبار ونعرفكم باللي بيحصل ومعها التوقع ليلة عبداللطيف كانت ايلة في توقعاتها الخاصة بدولة المانيا حبيبنا كتير في المانيا من العرب والجاليات ياخدوا بالهم من المخطط اللي بيترسم عليهم قالت ليلة عبداللطيف الحكومة الالمانية بتكون على عتبة اصدار قانون قاصي ولافت بترحيل الالاف من النازحين والمهاجرين الغير شرعيين في المانيا بغد هنا ممكن يكون عندهم حق طالما انت مش عام الورق وغير شرعي من حق الدولة ان نعطها الجارك ولكن ناخد بالنا بقى من الجملة اللي بعد كده وقد يصل هذا القرار الى الاشخاص الغير مرغوب بهم في المانيا وهو ده بقى مربط الفرس النهار ده فيه خبار لسه نازل على مواقع زي الكدس العربي وموقع اسمه الايام ومواقع تانية لسه الخبر نازل من ساعة او ساعتين تقريبا على المواقع في ديحة سياسية حزب البديل اليميني الالماني بيناقش خطة لطرد الملايين من المانيا الى افريقيا الموضوع كبير جدا وكان للمفروض الاجتماع سري ولكن تم فتحه كشفت مصادر اخبارية المانية متعددة قيام حزب البديل هو اسمه كده حزب البديل لاجل المانيا اليميني المتطرف بمنقشة خطة سياسية بشكل سري لطرد ملايين الاشخاص من المانيا حتى لو كانوا المان من اصول مهاجرة يعني حتى لو معهم بقى جنسية ان كان بقى من جزائر من مصر بقى من انية دولة عربية او حتى غير عربية هم عايزين يرجعوا للنزاة بتاعتهم اللي هو الاصل الالماني الاصيل يعني وفي اجتماع وصفته مجالة شبيجل الالمانية بانه زي طابع تأموري قيل ان السياسيين مؤسرين من حزب البديل نقش خطة عنصرية مع المتطرفين الالمان في نهاية نوفمبر في احد فنادق بوتسدام ولكن بدأت الانباء تتكشف مساء اليوم الاربع النهاردة وكانوا بينقشوا ان هم عايزين يعملوا خطة من اجل توضيح كيف يمكنهم ترحيل او اجبار الاشخاص ذو الخلفية المهاجرة على الرحيل بشكل جماعي من المانيا حتى لو كانوا مواطنين المان الخطة بقى اللي هم عايزين يعملوها لان مش هينفع يعملوها كده اه حسب المعلومات السرية اللي نزلة ان فيه سياسي او سياسيين هناك قالوا ان هم عايزين يديقوا الخناء او يجب على السلطات في مدينة في المانيا اسمها سكسونيا تقريبا انهالت التأكد من امكانية تضييق العيش وجعله غير جزاب قدر الامكان لهؤلاء الاشخاص اي الاشخاص ذوي الخلفية المهاجرة الذين لا يمكن ترحيلهم ببساطة يعني اللي معاهم شو ورق ده هيعملو لهم قانون يمشوهم بكل بساطة طب اللي معاهم بقى ورق او جنسية لا هيديقوا بقى لهم العيش واذا هقوم وقالت السياسية هوي التي اعتبرت لفترة طويلة معتدلة داخل الحزب البديل انها جلبت مفهوم اعادة الهجرة الى الحزب البديل من اجل المانيا قبل سبع سنوات وعايزين يمشوهم وادون بقى فين دولة نموذجية موجودة في شمال افريقيا زيما عملت كده بريطانيا ان هم عايزين يمشوا المهاجرين للرواندا يمكن نقل ما يصل الى مليوني شخص اليها ويمكن للاشخاص الذين يدعمون اللاجئين في هذا البلد الذهاب الى هناك وحسب البحث في ان اعضاء اتحاد القيم جمعية يضم فيها متطرفين يمنيين عايزين يمشوا بقى اي حد بتشمل اي نوع حتى لو معاك الجنسية ولكن من اصول مهاجرة هيمشوك فاخدوا بالكم الكلام هو واضح وصريح والاجتماع المفروض كان اجتماع سري وبدأ النهاردة يتضح الموضوع وتم كشف خدوا بالكم هيبقى فيه العام اللاجئة السياسة لطردوكم يا عرب خدوا بالكم هيدايقوا عليكم الدنيا ويحاولوا يطفشوكم ولو معرفوش يطفشوكم هيرحلوكم لدولة افريقية تروحوا هناك فيها ده اول توقع علي توليل عبداللطيف وبالفعل زي ما انتم شايفين بيتحقق تاني توقعوا معنا الحقيقة بخصوص التسونامي اللي كان ضرب محطة نووية يعني الموضوع كان بقاله كام يوم من يوم الزلزال اللي هو حصل على اليابان ولكن النهاردة لسه منزلين الخبر ان الامواج تسونامي ضربت بالفعل محطة نووية في اليابان كان ممكن تتسبب في مشكلة كبيرة زي ما حصل في محطة فوكوشيما اليابانية ساعة الزلزال 2011 تقريب هنعرف التفاصيل ولكن نسمع الاول التوقع كانت ايلة ليلة عبداللطيف ان في دولة اسيوية او سريلانجا او حتى في اسيا هتتعرض لزلزال كبير وموجة تسونامي خطيرة ومرعبة بتترك وراها اضرار جسيمة وفادحة بالارواح والممتلكات والنهاردة لسه لازل تقرير اهو من كام ساعة على موقع سكاي نيوز قدام حضراتكم ضربت امواج بارتفاع تلاتة متر محطة للطاقة النووية في اليابان خلال التسونامي الذي اعقب الزلزال المدمر في الاول من يناير الحالي بحسب معاناة الشركة المشغلة للمحطة مؤكدة عدم تعرضها للاضرار واحية هذه الكارثة في اليابان الذكرى المؤلمة لكارثة مارس 2011 عندما الحق تسونامي اضرار جسيمة بمحطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في شمال شرق البلاد ما ادى لتلف تلات مفاعلات وبالفعل المتحدث باسم الشركة المشغلة لوكالة فرانس بيريس الاربع النهاردة اظهر تحليلنا ان في امواج يصل الارتفاع لتلاتة متر وصلت حوالي الساعة خمسة خمسة وربعين دقيقة مساء الى اسفل محطة القهرباء الموجودة على الساحل ولكن كانت على ارتفاع 11 متر عن سطح البحر وشدد المتحدث ان المحطة الموجودة في شبه جزيرة نوتو محمية ايضا بسد هو دا بقى اللي وقف الكارسة يبلغ ارتفاع اربعة متر الامواج كانت على ارتفاع تلاتة السد على ارتفاع اربعة فحمد لله يعني وقف الكارسة ولكن الزلزال كان صعب على فكرة خصوصا الجزيرة اللي احنا بنتكلم عليها او شبه جزيرة نوتو دي يعني لما دخل عليهم الزلزال او التسونامي او اي امكان اصفر عن مقتل اكثر من 200 شخص وفقدان العشرات وفقا لاحصاء اولي للسلطات كما تسبب في حدوث تسونامي بلغ ارتفاع امواجه لعدة امطار موضوع مش قليل منذ قليل بقى اعايز اعرفكم ان منذ قليل لسه الخبر منزلش بتفاصيله على موقع سكاي نيوز وعلى مواقع اخبارية في العاجل وعلى موقع قناة الرشيد الفضائية اعتقد القناة دي عراقية من حوالي 4 دقايق فيه خبر ميقول استهداف قاعدة حرير قرب مطار اربيل بواسطة الطيران المصير قاعدة الامريكية في العراق في خطر ووجود الامريكان في دولة العراق مش هيكمل للاخر تقريبا وده اللي قالته لله عبداللطيف من ان دولة العراق هتشهد مشاكل بسبب الضرب اللي بيحصل على القواعد الامريكية وده اللي قالته في توقعاتها قالت بقى كده بالنص ولكن هذه التوقعات قالتها كان في شهر 11-23 قالت كده سيشهد العراق المزيد من العمليات الامنية والعسكرية التي ستطال القواعد الامريكية العسكرية في ارض العراق كما ارى اجواء التهديد والخطر يحوم حول السفارة الامريكية وارى حصول اشتباك مسلح بين الجنود الامريكان بالعراق وبعض الاطراف والتنظيمات الموالية لايران وخاصة حزب الله العراقي او قوات الحجر الشعبي وبالنسبة قوات الحجر الشعبي من كم يوم كان في قصف اصلا على مركز للحجر الشعبي في بغداد والدولة نفسها اتداقت جدا وكان انتهاك صارخ للسلطة العراقية وقالت كمان ارى تدعيات حرب غزة ستطال للأسف بعض مناطق في العراق بشكل كبير بسبب الضربات الامريكية على اماكن هذه التنظيمات لذلك ارى الحكومة العراقية والجيش العراقي امام اجراءات امنية غير مسبوقة عسكريا وسياسيا من اجل حماية العراق حتى لا تخرج الامور عن السيطرة ولكي لا يعود العراق الى الوراء والى الفوضى وسنرى الجيش العراقي بيحمي العراق من اخطر معزلة من خطر داخلي او خارجي مهما كانت الظروف والتضحيات سوف يتمكن الجيش مع الحكومة من السيطرة على بعض الاحداث القادمة ومن هحصولها على ارض العراق والانظار والاعلام تتجه الى الحزب الحجد الشعبي في العراق بسبب للأسف احداث بارزة ومؤسفة من القصف الامريكي اللي حصل على فكرة يدى اعتبر تحقق لتوقع هيكت ايلا كده في شهر 11 23 ايضا من توقعات لالا عبداللطيف لدولة تركيا قال التوتر الشديد الخطورة ما بين تركيا واسرائيل مما سيخلق حالة من التركب والحذر واسرائيل تهدد وتركيا تتوعد بعد حصول حدث مؤسف وخطير وسنرى حركة حماس في قلب هذا الحدث الحقيقة من كام يوم كان تركيا قدرت انها تلاقي شبكة من المساد موجودة في قلب تركيا وابدوا عليهم والنهار ده علق الرئيس اردغان على هذا الموضوع والخبر نزل على قناة الجزيرة زي ما انتم شايفين اردغان معلقا على تفكيك شبكة المساد ستعرفون تركيا بحقه ده يعتبر تهديد للمساد وتهديد لاسرائيل نفسها يعني التهديد واضح جدا اكد الرئيس التركي رجب طيب اردغان اليوم الاربع يعني الكلام ده النهار ده بتاريخ عشرة واحد الاخبار اللي احنا جايبينها دي يا جماعة نزلة النهار ده بتاريخ عشرة واحد مش حاجات قديمة ان بلاده ملتزمة بمعاقبة من يقوم بالخيانة والارهاب وعلق على تفكيك الاستخبارات التركية لشبكة التجسس لصالح اسرائيل قبل ايام مؤكدا انها خطوة اولى يعني تركيا هتبقى لها كلام كبير جدا ومن الواضح انه تهديد ليه اسرائيل واكد الرئيس التركي ان بلاده تقوم بتجديد وتحديث اولويات امنها واعادة تقييم تصنيف التهديدات وفقا للظروف وقال ان الى جانب انشطة مكافحة الارهاب والتجسس الاجنبي بدأ جهاز الاستخبارات التركية بيرصد تهديدات جديدة زي الهجرة الغير نظامية التطرف الجريمة المنظمة قراهية الاسلام كل الحاجات دي ماشين فيها دلوقتي واشار ان جهاز الاستخبارات التركي رد بشكل واضح جدا على من يهددون البلاد عبر تفكيك شبكة التجسس الاسرائيلية فيها مؤخرا والاردغان في تعريقه على احباط عملية التجسس لصالح اسرائيل في تركيا انتظروا فهذه خطوة اولى وستعرفون تركيا بحق ستعرفون تركيا بحق والكلام ده حصل في خمسة نائر اللي فات احالة النيابة العامة التركية بمدينة اسطنبول 34 مشتبه به الى القضاء بعد توقفهم بتهمة ممارسة انشطة التجسس دولية لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية الاسرائيلية المساد ضد مواطنين اجانب بيقيموا في تركيا لأسباب انسانية حطوا بقى تحت كلمة مواطنين اجانب موجودين في تركيا من المواطنين الاجانب ممكن يكونوا عايزين يعرفوا مكان حماس في تركيا عايزين يعرفوا مكان الناس مهمة في تركيا محدش عارف هم عايزين يعملوا ايه واضاف اردوغان ندرك ان موقف تركيا الصريح والواعي حيال الازمات الاقليمية وخاصة المجازر في غزة افسد خطط البعض وفق تعبيره ودون ان يحدد المقصود بكلامه طبعا كلنا فاهمين هو يقصد مين خطط مين اللي افسدها خطط اسرائيل بكده نكون انتهينا جمنا لكم اهم اربع توقعات مع اهم اربع اخبار على مدار اليوم النهاردة اتمنى الفيديو يكون عجبكم وحاز على وحاز على رضاكم شكرا لحضراتكم ما تنسوش الاشتراك تفعيل الجرس نعمل لايك وشلي الفيديو عشان يوصلكم كل جديد